أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين واذكر حين اختبر الله إبراهيم عليه السلام بما أمره به من أحكام وتكاليف فقام بها وأتم أداءها على أكمل وجه قال الله لنبيه إبراهيم إني جاعلك للناس قدوة يقتدى بك في أفعالك وأخلاقك قال إبراهيم واجعل يا رب من ذريتي كذلك أئمة يقتدي بهم الناس قال الله مجيبا إياه لا ينال عهدي لك بالإمامة في الدين الظالمين من ذريتك وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود واذكر حين جعل الله البيت الحرام مرجعا للناس تتعلق به قلوبهم كلما رحلوا عنه رجعوا إليه وجعله أمنا لهم لا يعتدى عليهم فيه وقال للناس اتخذوا من الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم وهو يا ابن الكعبة اتخذوا منه مكانا للصلاة وأوصينا إبراهيم وابنه إسماعيل بتطهير البيت الحرام من الأخذار والأوثان وتهيئته لمن أراد التعبد فيه بالطواف والاعتكاف والصلاة وغيرها وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير واذكر أيها النبي حين قال إبراهيم وهو يدعو ربه رب جعل مكة بهذا آمنا لا يتعرض فيه لأحد بسوء وارزق أهله من أنواع الثمرات واجعله رزقا خاصا بالمؤمنين بك وباليوم الآخر قال الله ومن كفر منهم فإني أمتعه بما أرزقه في الدنيا متاعا قليلا ثم في الآخرة ألجئه مكرها إلى عذاب النار وبئس المصير الذي يرجع إليه يوم القيامة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واذكر أيها النبي حين كان يرفع إبراهيم وإسماعيل أسس الكعبة وهما يقولان في خضوع وتذلل ربنا تقبل منا أعمالنا ومنها بناء هذا البيت إنك أنت السميع لدعائنا العليم بنياتنا وأعمالنا ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وجعلنا مستسلمين لأمرك خاضعين لك لا نشرك معك أحدا وجعل من ذريتنا أمة مستسلمة لك وعرفنا عبادتك كيف تكون وتجاوز عن سيئاتنا وتقصيرنا في طاعتك إنك أنت التواب على من تاب من عبادك الرحيم بهم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمه الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم من ذريت إسماعيل يتلو عليهم آياتك المنزلة ويعلمهم القرآن والسنة ويطهرهم من الشرك والرذائل إنك أنت القوي الغالب الحكيم في أفعالك وأحكامك ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولا أحد ينصرف عن دين إبراهيم عليه السلام إلى غيره من الأديان إلا من ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال ورضي له بالهوان ولقد اخترناه في الدنيا رسولا وخليلا وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين أدوا ما أوجب الله عليهم فنالوا أعلى الدرجات إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين اختاره الله لمسارعته إلى الإسلام حين قال له ربه أخلص لي العبادة وأخضع لي بالطاعة واخضع لي بالطاعة فقال مجيبا ربه أسلمت لله خالق العباد ورازقهم ومدبر شؤونهم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ووصى إبراهيم أبناءه بهذه الكلمة أسلمت لرب العالمين ووصى بها كذلك يعقوب أبناءه قال مناديين أبناءهما إن الله اختار لكم دين الإسلام فاستمسكوا به حتى يأتيكم الموت وأنتم مسلمون لله ظاهرا وباطنا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيهما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون أم كنتم حاضرين خبر يعقوب حين حضرته الوفاة حين قال لأبنائه سائلا إياهم ما تعبدون من بعد موتي قالوا جوابا لسؤاله نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا لا شريك له ونحن له وحده مستسلمون ومنقادون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تلك أمة قد مضت في من مضى قبلكم من الأمم وأفضت إلى ما قدمت من عمل فلها ما كسبت من حسن أو سيء ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن أعمالهم ولا يسألون عن أعمالكم ولا يؤاخذ أحد بذنب غيره بل يجاز كل واحد بما قدم فلا يشغلكم عمل من مضى قبلكم عن النظر في عملكم فإن أحدا لن ينفعه بعد رحمة الله غير عمله الصالح وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال اليهود لهذه الأمة كونوا يهودا تسلك سبيل الهداية وقال النصارى كونوا نصارى تسلك سبيل الهداية قل أيها النبي مجيبا إياهم بل نتابع دين إبراهيم المائل عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق ولم يكن ممن أشركوا مع الله أحدا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قلوا أيها المؤمنون لأصحاب هذه الدحوة الباطلة من يهود ونصارى آمنا بالله وبالقرآن الذي أنزل إلينا وآمنا بما أنزل على إبراهيم وأبنائه إسماعيل وإسحاق ويعقوب وآمنا بما أنزل على الأنبياء من ولد يعقوب وآمنا بالتوراة التي آتاها الله موسى والإنجيل الذي آتاه الله عيسى وآمنا بالكتب التي آتاها الله الأنبياء جميعا لا نفرق بين أحد منهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض بل نؤمن بهم جميعا ونحن له سبحانه وحده منقادون خاطعون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فإن آمن اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار إيمانا مثل إيمانكم فقد اهتدوا إلى الطريق المستقيم الذي ارتضاه الله وإن أعرضوا عن الإيمان بأن كذبوا بالأنبياء كلهم أو بعضهم فإنما هم في اختلاف وعداء فلا تحزن أيها النبي فإن الله سيكفيك أذاهم ويمنعك من شرهم وينصرك عليهم فهو السميع لأخوالهم والعليم بنياتهم وأفعالهم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون إلزموا دين الله الذي فطركم عليه ظهرا وباطنا فلا أحسن دينا من دين الله فهو موافق للفطرة جالب للمصالح مانع للمفاسد وقولوا نحن عابدون لله وحده لا نشرك معه غيره